والله انت يا سرطان على غير عادتك هاي الفترة أو هذا الشهر رح تكون سريع كتير 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 يعني شايفة في عم تركب عجلة وسريع جدا جدا ولكن يعني في الأعلى أنا شايفيتك عم بتطير طيران عم بتحاول انك تودي الأمور لمطارح أفضل وعم تزبط معك على جميع الأصع دي ممكن تكون شايفيتك عم تعلى فيه علوه شأن في هذا الكرت طاقتك عم بتكون مركزة على هذا الموضوع عم تركز على نفسك وناسي كل الدنيا عم بطل خلص اللي هو تعطي اهتمام زي لا عم بشوفك بتركز على حالك اكتر هذا الشهر من الكرت نشوف بشكل عام للسرطان من شو خايف يا سرطان؟ متخوف من موضوع معين أو عم تستنى نتيجة معينة؟ علاقة ثلاثية مع انو فتحناها بشكل عام ولكن برج السرطان عم بشوف فيه علاقة ثلاثية نتيجة هاي العلاقة الثلاثية انت معلق الموضوع فيه موضوع طبعا عاطفيا انت معلقه يمكن زعلان مع الحبيب وشايفيتك هون عم تطلع لبعيد حابب تبعد حابب يمكن خلصت اخد قرار مليت فيه طاقة ملل في الموضوع صبرت كتير على علاقة ثلاثية أو شاكل كيمكن في علاقة ثلاثية ومجمد الموضوع على بين ما تتأكد أو على بين ما تاخد قرار من الطرف الآخر ولكن هذا كله في النصف الأول من الشهر هاي تخوفات كلياتها ولكن في النصف الثاني من الشهر كل الأوراق طلعت إيجابية بطريقة فضيعة أولا خليني أحكي الطاقات قبل ما أحكي عن النصف الثاني الطاقات عم بتكون برج الأسد كمان بشوفه القوس برج طاقات نارية عم بتكون هوائية نائية النصف الثاني رح يكون أفضل بكتير كتير من النصف الأول بحب بس تشوفوا الوراء هون عم بشوفك قربت كتير كتير من تحقيق أمنية معينة عم بشوفها بالعمل أكتر يمكن فرصة عمل يمكن شايف في عندك طموحات كتير عم بتكملها شوي شوي أنجزت منها ولكن في عندك يعني زي نهاية موضوع على خير زي قربت كتير من النهاية السعيدة اللي أنت مستنيها في النصف الثاني من الشهر عم بتكون في فرحة عم بسبب لك إياها شخص يمكن من برج ناري يمكن يكون قوس أو أسد عم بتكون سعيد كتير في تغيير كبير رح يصير هذا الشهر أو تغيير يمكن بخص العمل أو العاطفة شايفتك عم تاخد قرار شايفيتك عم تتكرم عم تاخد تحصد يمكن إلك أكم من شهر عم تشتغل على شغلة أو موضوع معين عم بشوفك بتاخد النتيجة هذا الشهر في النصف الثاني وعم بتكون هاي النتيجة سعيدة البعض منكم عم بشوفه عم بسافر فعليا يعني عنده سفر فعلي لأنه بيّنت بالطاقة قبل شوي إنه فيه عنا شوفتك عم بتطير هيك لفوق فاحتمال يكون عندك سفر على عمل أو على هجرة اللي هو سفر مش سياحة أو روحة وجاية لا يعني روحة لمكان بعيد عم بشوف بترجع فيك من بعد ما كنت كتير متخوف من موضوع معين عم بشوفك خلاص اطمنت وصلتك النتيجة نتيجة هذا الموضوع ممكن السيناريو هذا يزغط كمان على اللي عم يدرسوا عم بتكون نتيجة ايجابية بتسعد قلبهم والله يسعد قلبهم السرطان في الشحلة منهم حبايبي وكمان رح تكون جدا جزة بهذه الفترة عم بتهتم كتير بالهندام بالشكل يمكن الخارجي عم تعمل كتير أمور بنفس الوقت شايفيتك عم بتحاول توازن ما بين العاطفة والعمل عم بتحقق فيهم يعني هنا شايفيتك ربحان على كل الأحوال الساحر عم تسحر اللي حواليك يعني حتى لو كنت مرتبط فأنت عم تسحر كل اللي حواليك في مظهرك عم بيكون كتير مظهرك هاي الفترة يعني كتير بشد خلينا نقول فشايفي العين عليك معجبين حواليك عم بيكونوا شايفي في ناس ممكن يكون في عندهم أوجع أو يعني متعلقة ممكن تكون بسيطة طبعا مش مش شغلات كبيرة أنا عم بقول ولكن ممكن هاي الشغلة تكون لها علاقة في المفاصل في التعب يمكن نفسي عم بيأثر شوي عليك جسديا ولكن يعني ما في شي بخوف ما في شي بخوف بهذا الموضوع شايفيتك عم تنجز إنجاز عم تتكرم على موضوع كنت تعبان إلك فترة عليه نشوف بشكل سريع عن العاطفة حضر كنت أنا بشوفه إيجابي مع إنه في ناس كتير بتشوفه سلبي بس أنا بشوفه إيجابي تغيير كان لابد منه على الصعيد العاطفي شوف هون كنت كتير محتار ما بين إنك يمكن ترجع مع الحبيب أو تبقى مع الحبيب أو خلص تنساه وتروح شايفة عم تاخد القرار فعلا في هذا الموضوع ولكن القرار رح يكون بإنك ترجع أو تبقى مع الحبيب مش إنك تروح أنا ما شايفيتك رايح بالعكس شايفيتكم مقبلين على بعض ولكن هدول الكرتين تغيير كبير على الصعيد العاطفي لبرج السرطان في نهاية عندهم نهاية لموضوع مشرط نهاية لشخص نهاية لموضوع لمشاكل معينة لشخص لعلاقة ثالثة كانت مبينعنا قبل شوي نهاية فعلا لعلاقة ثالثة هون في علاقة ثلاثية انتهت عم تتفرج عليكم من بعيد خلاص بععدات صارت من الماضي عم تجتمعوا على خير شايفيتكم التنين مبسوطين كينغ وكوين يعني زي الزواج يعني شايف فيه أو مشروع زواج أو إذا كنتم متزوجين في الأمور عم بتكون شوي تصفل أو المياه ترجع لمجاريها فيه مشكلة أو علاقة ثالثة يمكن كانت شكوك حواليها ولكن شايفيتها أنا وهم أكتر ما هي أو خيال أكتر في مقهك أكتر ما هو واقع هذا الموضوع فشايفيتك عم تاخد قرار جذري إما أنت أو الطرف الآخر طبعا القراءات العاطفية تكون أحيانا عكسية فممكن أنت أو الطرف الآخر شايفيتكم راجعين عم تعيشوا يمكن مشاعر عم بتكون مراهقة شايفة هون كمان خاصة العزاب أو الأرامل أو المطلقين اللي لهم فترة طويلة يعني هما بيعتبروا حالهم متأخرين عن الزواج شايفة فرصة كبيرة جدا هاي الفترة للارتباط لهدول الأشخاص اللي معتبرين حالهم أنه تأخروا في الزواج أو تأخروا وخاصة إذا كانوا على علاقة مع شخص فهذا الشخص رح يكون من نصيبكم والله أعلم لأنه شايفة في بناتكم يعني استمرارية في حياة جدية مش اللي هي علاقة عابرة أو مؤقتة نشوف من المسج من الحبيب إذا كان قريب أو بعيد مش قادر يقولها من عقل الباطن ممكن تكون هنا عم بشوف عتاب أكتر ما هو مسج يعني عتاب على موضوع معين عتاب مع أنه برد السلطان ما بخلط بحدا يعني ما بتقيق لأنه هو الغلطان لكن عم بيكون الشريك عم يلعب يمكن دور الضحية أو فعلا هو ضحية ما بعرف بس عم بيعاتب يعني أنه هو انظلم في موضوع معين أو أنت ظلمته في موضوع معين أو أنت خدعت حدا خدعك وصل لك أمور غلط ولكن بيقولك أنه بيحبك بالنهاية نشوف أوراكلز لبرج السلطان النصيحة لك يا برج السلطان أنه بيكفي شغل بيكفي تكر كتير 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 اطلع الطبيعة اطلع من المدينة اطلع الطبيعة هيك شي مشوار شي شي سيران شي رحلة مو بعرف بس بيقولك قرب شوي من الطبيعة يمكن يكون هذا الكرت عم بيقولك يعني مجازيا هذا الموضوع ممكن يكون معناه أنه ارجع لطبيعتك ما ما تحاول أنك تتغير كرمال حدا طبيعتك حلوة وإنت شخصيتك حلوة فما تحاول لأنه لا تتنازل ولا أنك تغير شخصيتك أنت زي ما أنت حلو طبيعتك حلوة خلينا نقول بطبيقة قائنا تحاول